لذلك العقوبات هنا واحنا شعرنا في الموقف ده بالذات بحاجتين مهمين جدا ينقصهم حاجة اكثر اهمية شعرنا ان لجنة الانضباط لما بيوصل لها حاجة بتالنا عن وجود بتتخذ اجراء خلي بالك من لما دي عشان حرج عليها حال وان اتحاد الكرة هو جاد في دعم القرات اللي تتصدر سواء من الانضباط او من لجنة المسابقات كويس وصل الامر انه راح للجهات المعني بها مراقبة التنفيذ قال لهم انا دلوقتي خدت القرات دي ننفذولي وعندي ننفذولي حييجي الدور اللي انت عايز تستعرض فيه تعليقات المواجد خليد عبدالعزيز الوزير السابق لزارة الشباب وحننقشها لكن اللي انا بقى ولزلك بقولك اللي بتتعرض عليه اللي انا ما زلت حتساءل مع كل قرار يصدر سواء من لجنة المسابقات ولجنة انضباط وماذا عن شاك والاك طيب الناس فسرتها لا ولا لا دول يعني عم جيد حساب للاشخاص اللي ايه مشكوا في حقهم لا ما هو انت بتعقب مش بس ده انت واخد قرار على اربع شخصيات منهم اتنين اعضاء في مجلل شعب وورا وقساء دي ايوه بالزبط مش دورة كان ان انت وانت بتاخد الحكم انه حيتنفذ ازاي ده جهات اخرى هي اي لكن خد قرار ايه ومجرد اتخاذ القرار حتى لو لم ينفذ او نفذ او سوف ينفذ بطريقة مهما اذا كان مجرد اتخاذ القرار هو رضع اهم بيباني انها المسألة مش هتعدي ولذلك هو انا بتساءل هو اصلا شكوة الاهل وصلت للاجنة الانضباط ولا لا طب اذا كانت ما وصلتش ازاي ما توصلش طب اذا كانت وصلت ازاي ما تاخدش في شأنها قرار تقصد ان الاتحاد ما رفعهاش يعني الاهل بعتها للاتحاد انا بسأل سؤال اه هي وصلت لاجنة الانضباط ولا لا الاهل بعتها اه والاتحاد استلام اي وصلت ولا ما وصلتش اول سؤال وصلت يبقى لاجنة الانضباط اين القرار هم لازم نعرف لين ما فيش قرار حتى لو قرار بالاطلاع على شكواكم والحفظ وجدنا انها تخلو من اه واجه المسألة اسباب توقيع المسألة اه قول لواجه للمسألة فيها اه قول او بنفس القوة والعدالة نشوف رأي في هذا الامر طب لو ما وصلتش اه مسألة اكبر طب المسألة هنا اه يعني طب هنعمل ايه اتحاد الكورة محيرك يعني تسمعك همهما تتدايق تشوف قرارات تنبسط خلاص الاختبارين اللي انا ما عجبونيش يخصوا النادي الاهلي اه التعامل مع قضية مباراة القمة التعامل انا بقولش اجل ولا ما تأجلش لكن طريقة حتى انك تقول حاجل ما تعملتش بالطريقة الصحة اه فاعملت مشكلة ودي كان مباراة بينظمها النادي الاه اي التانية الشكاوى التي قدمها النادي الاهلي اه ايه ترد يا جماعة مجرد ما بترد الناس بتفهم حتى انا حتى يعني نفترض ان انت يعني بالكياسة كده مش عايت صعب اه تقول رد دبلوماسي كده وتطالب النادي الاهلي بالتهدئة وتطالب ان احنا بنراقب وتطالب انا مش بدي الحلول انا بقول انك انت بمجرد ما بتتكلم يا انا عندي حق في شكوتي يا ما عنديش حتى لو انت قلتلي ما عندكش حق ادرس الاسباب امال انا اشتكت ليه وانا متصور ان عندي حق ايوه طب عندي حق ااخده ايوه انما اسيب الامور كده لكل واحد عايز اكتهد ويفصر ويصعب ويشكك ويشحن ويغيز ويحفل لا ده 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 بيشيح حالة من البلبل ارجو ان الموضوع ده لازم يحصل فيه كلام اذا الامر واضح لجنة الاخلاق والانضباط في الاتحاد اعلنت عن وجودها واعلنت عن وجودها بحزمة قرارات نحييهم عليها نتفق معاهم عليها حتى ما يخص الكابتن سيد عب حفظ مدير الكرة في الاهلي لانه اذا اردنا فعلا الجدية في ان احنا تنضبط الامور يبقى لكل سواسية اذا شفتوا انه فيه طرف حتى لو هو مسؤول في الناد الاهلي اخطأ العقاب مستحق درجة العقاب بتحددها اللايحة وفقا لحجم الخطأ محدش يقدر لا يخالف ولا يناكف ولا يختلف او على وعشة كان يخطأ مثلا يعني انت الوقت مش عايزك كابتن سيد يستمر في طريقة اللي هي ايه الملعبة المدعبات اللي ممكن تعمل يفهم منها بالظبط حياخد بال بالظبط ياخد باله الاختار والانذار ولا حتى التوبيخ اوكي مفهوم بس انت عندك لايح عندك لايحة واضحة وعندك رغبة وها هي الارادة موجودة فماذا عن كل الشكاوي اللي وصلت ضد اخطاء سابتة وموثقة وعليها ادلة صوت وصورة وموجودة عند ذات اللجنة اعتقد في ادراج اللجنة والحق لا يسكت بالتقادم وعلى رأس اللجنة قاضي جليل من اول لحظة لتعيينه وقال لك الكل امام القانون السواسية وما عندناش لسين ولا صاد ولا في فرق بين اي حد وعلى كل اطراف المنظومة هيتم وهو ده حصل وده حصل بدليل العقوبات اللي انا حضراتكم تابعتوها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة